السلام عليكم نأخذ وزارة الآن 2018 الدورة الصيفية أولي شيء هذا السؤال دوائر بحب أحميك وعقا شوي إذا كان قاف السين واحد نغصين على جذر واحد نغصين تربيع فإن قاف السين متصل تفقنا إحنا أي اقتران هو متصل على مجاله أنا عندي جذر واحد نغصين تربيع في المقام تفقنا إذا كان جذر في المقام فإنما داخل الجذر يجب أنه يكون أكبر من الصفر صح؟ الآن هذا اقتران تربيع كيف نحله في حالة الأكبر والأصغر لازم أحلله بأخذ واحد نغصين في واحد زائد سين صح؟ أكبر من الصفر وأشوف أصفاره له سالب واحد واحد الآن بدي أخذ تست اللي هو نقاط اختباره أساس أشوف شو إشارة الاقتران بالوسط هيكون موجب وهو سالب سالب فإذن أنا بدي من الفترة الموجبة فإذن بطلع إيش؟ من سالب واحد إلى واحد والفترة المفتوحة ليش؟ لأنه الاقتران موجود أو الجذر موجود في المقام فإذن أي جواب هل هو ألف أم با؟ إذن هو با؟ هذا بالنسبة للسؤال هذا سؤال سريع الآن وزارة 2018 دورة صيفية سؤال الحل عليه 10 علامات يبحث في اتصال الاقتران قاف السين عنده سين تساوي 2 أنا بلاحظ أنه آخر اللي هو 2018 دورة صيفية مجموعة العلامات على الاتصال 13 علامة والدورة الشتوية كان 12 علامة فمحطين يعني علامات كويسة على الاتصال ركزوا عليها سهلة بس احفظوا اللي هو الخطوات وأموركم إن شاء الله بتكون تماما الآن لما أبحث في اتصال عنده سين تساوي 2 أنا عندي هنا أكبر عدد صحيفة يجب أعيد تعريفه حول السين تساوي 2 طبعا نحن دائما نأخذ طول الدرجة فطول الدرجة إيش بيكون؟ طول الدرجة هو مقلوب معامل السين شو مقلوب النص؟ اللي هو 2 على واحد صح وهو 2 فإذا طول الدرجة 2 بنبدأ إحنا من الصفر الطبيعي أو من صفر الاقتران انتحر لكن طالما أنا بدي إياه عندي 2 فلو بدأنا من الصفر الطبيعي 2 بعدين إيش بتصير؟ أربعة هاي الدرجات فهونا 2 بعدين أربعة إذن هذول الثنين بدنا إياهم الآن عوض السين موجبة طبعا فبقدر عوض أنا الطرف اللي هو أول حد اللي هو صفر زائل 3 ثلات أو عوض الواحد مثلا نص ثلات ونص يبدأ لها ثلات فهي ثلات هاي أربعة إذن الآن بقدر أعيد تعريف الاقتران على فترتين هاي الفترة الأولى من صفر صح؟ السين أكبر من الصفر وأقل من الثنين وبين الثنين والأربعة ممتاز المساوات طبعا بتكون على اليمين لأنه الاقتران هذا إيش معرف على اليمين الآن منروح إيش منحكي أو لأنه السين موجبة فدائما على اليمين الآن بضرب اللي هو الثلاث ما بين الصفر والثنين ضرب السين ناقص تنين لكل تكعيب هي معرفة كل مكان فما فيه داعي أي تعريفها فإذا باجي بحكيه قاف السين شو يساوي؟ يساوي هلا خلينا ننزح شوي هذول هون فبيعطيني سين ناقص تنين لكل تكعيب مضروبة في إيش أول إشي فيه ثلاث ونفس الشي سين ناقص تنين لكل تكعيب مضروبة في أربعة طيب الآن خلص مجرد ما عندنا تعريف هذا الاقتران طبعا هذه عليها علامة ممكن يعطيني عليها علامتين كمان حتى يعطينا علامتين لأنه طلعنا هذا وهذا وكتبنا فترتين فهاي حيكون عليها علامة هون علامتين كبداية الآن خلص منبدأ بالسؤال باجروح بحكي قاف الاثنين قاف الاثنين باخذه من هون تنين ناقص تنين اش صفر مباشرة حلو؟ هيا عليها علامة الآن نهاية قاف السين لما السين تقترب من صفر من جهة اليمين من جهة اليمين اللي هو هذا نفسه الاقتران اللي هو نهاية السين ناقص اثنين الكل تكعيب في أربعة وتساوي لما السين تقترب اثنين من جهة اليمين اثنين ناقص اثنين صفر فإذا برضو صفر متاز هتأخذه علامة أنا بحكي لأنه كل السؤال باعتمد على هذا التعريف فممكن يعطيكوا على الفترات علامة علامة لأنه انتوا جبتوا طول الدرجة صحيحة وعلى هذا الاقتران وهذا الاقتران هيرطيكوا عليه علامة يعني على كل تفصيل لأنه سهل جدا يعني السؤال سهل جدا بعد هيك انتوا بس عليكم ايش بالتعريف فإذا أربع علامات وهي علامة هون وهي علامة على الصورة هي ستة علامات لأننا نروح ناخد النهاية من اليسار فنهاية قاف السين لما السين تقترب من الصفر من جهة اليسار شو تساوي نهاية السين ناخص اثنين الكل تكعيب فيه أربعة لما السين تقترب من الصفر من اليسار صحيح هلا من اليسار لا هذه من اليمين أربعة صح هذه الآن من اليسار كام هو ثلاث مش أربعة الآن بعوض طبعا مش صفر ليش بسم الله رحمه رحمه بسم الله علي لأنه طلع الجواب صفر خلص علق بمخي الصفر فاتنين اثنين اثنين الآن ايش بسوي منعوض من ناخص اثنين كام صفر تكعيب صفر ضرب ثلاث صفر فإذا حتى هون صفر فهي سبع علامات لحد الآن الآن يا جماعة أتوقع أنه برضو ممكن طول الدرجة لأنه بالعادة اكتبوه هذا يعطيكو علي علامة هي 8 علامات وبالنهاية باجيب أحكي إذن نهاية تقاف السين لما السين تقترب من اثنين من اليسار تساوي من اليمين صح ممكن تحكوها تساوي الصورة هاي بأخذ عليها علامة اللي هو تساوي كام صفر هاي بأخذ عليها علامة أو ممكن تيجي تحكو احنا بالعادة مثلا لازم نكتب بس هاي وهاي لا يساوي بعض بغن أحكي انهاية غير موجودة إذا طلعت غير موجودة طلعت موجودة جميعهم متساويات هذول التنتين هاي هون بكتب لكم عليهم إنه هاي شو معناها نهاية قاف السين لما السين تقترب من الاثنين شو بتساوي صفر وهنا خلص خليها بشكل عام نطلقها ممتاز الآن منروح نحكي قاف السين متصل عنده سين تساوي اثنين ممتاز وهي هون الأعلام النحائية طبعا طالما أنا كتبت إنه نهاية قاف السين ما سين تقترب من الاثنين هون تساوي صفر أتوقع إنه هاي العلامة هتين كتبهون تس بعدين هاي تاني إذن هاي جميع الجملة عليها علامة وهيك من كون جمعنا 10 علامات طبعا زي ما بحكي لكم أنا من عام 2017 ومن عام 2017 ومن عام 2019 توزيع العلامات مش مكتوب على الحل النموذجي فما بقدر أحدد لكم بالضبط كيف يعني هم حيك فكروا فيها لكن اعتقادي إنه حياطوكم على الفترات على كل فترة صحيحة حياطيكم علامة لأنه هنا عادةً بتكون الطول الدرجة على واحد لكن هنا اثنين أو إنه يعني أنا هون عم بفصلكم ممكن يحكي خلص علامتين هون علامتين هون على هاي وهكذا أو ممكن مثلا يحكي علامتين فإذا أنتو بتكتبوا هذا الجواب كامل يا جماعة خلص ما حتقلقوا كيف توزيع العلامات هيكون لكن أنا عم بفرجيكم إنه الفكرة من توزيع العلامات لكم إنه تعرفوا كل خطوة اللي بمخك ما تختصره اكتبه تمام عساس ممكن يعطيكم على الخطوات فهذا نهاية الموضوع إن شاء الله الفيديو القادم هنبدأ بالاشتقاق اللي هو الشابتر رقم اثنين فإن شاء الله أكون أنا أتميت هذا اللي هو النهايات كاملا مكملا عملنا تقريبا 133 فيديو على هذا الموضوع كامل طبعا في أسئلة بلاوة عشانك إحنا طولنا لكن فيديوهات قصير إن شاء الله تكون يعني لحد الآن أو تكوني مبسوطين معي وإذا فعليا 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 يعني حابين تكملوا معي حاولوا تساعدوني بإنكم تنشروا القناة بين أصدقائكم خليهم يستفيدوا وإن شاء الله بشوفكم المحاضرة القادمة الله معكم